طيب خليني بقى أقول لكم على صدرة قرارات لجنة المسابقات حالاً يعني على أحداث اللي حصلت مبارح في مباراة الزمالك والأهلي وطبعاً هم ذكروا زمالك والأهلي لأنها كانت مباراة نادي الزمالك في ملعبه هنشوف قرارات لجنة المسابقات إيه؟ إقاف أجوستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي مبارايتين وتغريمه أربعين ألف جنيه تغريم النادي الأهلي عشرين ألف جنيه نظراً لما بدر من أتباعه بلقاء الزجاجات على جماهير نادي الزمالك تغريم نادي الزمالك تلاتين ألف جنيه لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة قبل المباراة بمنع دخول الجماهير إقاف أحمد عزب لعب نادي الزمالك مباراة واحدة وتغريمه عشر ألاف جنيه نظراً لما بدروا منه عقب نهاية المباراة أنا معلش اسمحوا لي على القرارات دي مش عارف حسن دايماً قرارات اتحاد السلة يعني بتبقى فيها نوع من أنواع يعني التوازن النهاردة يعني كلنا شفنا السبب اللي حصل مباراة إنه كان في بعض الجماهير اللي موجودة غير مصرح لها من قبل اتحاد السلة نادي تتواجد لو ما كانتش الجماهير دي موجودة ما كانش حصل حاجة ولا أنا غلطان فإذن هنا لازم يكون السبب غير يعني الأكشن غير الرد الفعل أو الأكشن غير ريأكشن مستر راجوستي بوش مبارح انفعل على كرة صحيحة الكرة اللي انفعل عليها مستر راجوستي بوش واندفع واعترد كانت كرة صحيحة كانت كاونت وكل مصر شافيتها والحقيقة أنا النهاردة كلمت يعني مجموعة من قصر كرة السلة سواء حكام أو متابعين وأقروا بصحة الكرة ان الكرة كانت مفوتة تحس ببسكت ولولا الحرج يعني من الحكام وانهم مش مصرح ليهم انهم يطلعوا يتكلموا يعني وطبعا ده احنا من قدر ده انا خدت يعني رأيهم بشكل ودي ان الكرة صحية طالما الكرة لمست المربع او لمست الازاز اللوحة الزجاجية انت مش من حقك تلمسها حتى تستقر سواء خارج الحلقة أو جوه الحلقة فالنهاردة كرة اللي حطها كيجو كرة صحيحة وبسكت صحيح ده دفع مستر جوستي بوش ان اعترد طب يا فندم حضرتك عملت ايه للحكم اللي ما وفقش في هذا القرار ولا حاجة طيب حضرتك ما حطتش ليه في الاعتبار ان نرفزت او عصبية او يعني انفعال مش عايز اقول عصبية انفعال مستر جوستي بوش كان مسبب ليه ما بصتش لكده على طول اقاف مبرايتين طب اللي حابتقول كده طب 40 الف جنيه ليه ما خلاص ما هو ما ينفعش انت اتعاقبني مرتين انا اتردت المباراة اللي فاتت واتوقفت المبارايتين الحاجة التانية تغريب نادي الاهلي ليه يعني النهاردة النادي الاهلي بتغرم 20 الف جنيه عشان لما حصل الاحتكاك اللي حصل فيه فيه ممرات الصالة ومستر جوستي بوش خارج من الملعب هو انا مش من حق يدافع عن نفسي او ان انا اقول او ان انا يعني ارد يعني الموضوع لازم يبقى فيه ما يبقاش فيه موازنة يبقى النهاردة انا عارف ايه السبب او ايه الاكشن و ايه الرياكشن ولكن يعني ماشي يعني واحمد عزب طبعا عشان الاحداث اللي حصلت بعد المباراة وراح احتك مع اهاب امين بشكل يعني يعني باين اوي يعني طيب يعني خلاص ماشي مش هنعلق كتير خلاص احنا قلنا يعني نتمنى ان القرارات ما يكونش فيها دايما حتة الموازنة عشان يعني ما نزعلش ده وما نزعلش ده الغلطان احنا ما ندرس مشكلة يعني ياخد عقابه ولكن لازم نفرق ما بين رد الفعل والفعل ولازم يبقى الفرق كبير وواضح ما بين الفعل ورد الفعل